هل الكفر هنا ما معنى الكفر بداية الكفر ملة أم كفر كفر نعمة كفر نعمة نعم أن يشكر فلا يكفر فلا يكفر المنعم ولا تكفر نعمه يعني لا يجحد المؤمن والتقي نعم الرب العلي التقي وقاف مع كل نعمة لله جل وعلا وإن قلت وقاف بمعنى ماذا وقاف بمعنى لو أنعم الله تبارك وتعالى عليه فأجر خلي بالك من دقة الكلمات فأجر الله على لسانه تسبيحه وقف عندها وعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عليه لا إله إلا الله إذن شكره شكر يستحق الشكر الله يفتع ليك لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد الحمد أحسنت مرة ثانية حتى استمتع لك الحمد يا رب على كل نعمة ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد الحمد في حد ذاتي يستحق الحمد طيب هتقول الحمد لله على الحمد لله الحمد لله على الحمد لله إذن الإنسان دائما وأبدا عاجز عن حمد مولاه جل علاه والشكر كما بينا قبل ذلك له أركان اعملوا آل داود شكرا ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدا لكم أركانه الاعتراف بنعم الله باطنة والتحدث بالنعم الله ظاهرة والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا الغلوة قليل من عبادي الشكر اللهم اجعلنا من هذه القلة الشاكرة العادلة إذن القلة الكثرة لا تشكر الكثرة فيها خوف هالكة هالكة بنص القرآن لا تجتمع أمتي على ضلال وطالما الناس كلها قالت كده فإحنا مع الركب حضرتك نعم والأغلبية تكسب هذه كلمات الواقع شايف صحيح صحيح صح والله الناس كلها شايفة كده نعم لكن الله جل وعلا قرر غير ذلك ماذا قرر ربنا قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل وقال جل وعلا إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وقليل ماهم قليل ماهم فأسأل الله أن أجعلنا من هذه القلة الشاكرة العاملة إذن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أحسنت هذا جيد بحق التقوى بارك الله فيك إذن من خلال هذا التجوال والتطواف اسمع لي أن أتنفس فضل فضل أن أتعب فضل ربني أكرمك بارك الله فيك ما هي صفات المتقين كان من الحتم اللازم أن يجيبك على سؤالك تقي أنت منهم يا شكرا اللهم أجعلنا منهم والله أسأل الله أن أجعلنا منهم بارك